أهلا بكم من جديد وإلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع الزميل حمدان عايش مساء الخير أشرف مساء الخير ندين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نبدأ أخبار نشرتنا الاقتصادية بقرار الحكومة تخفيض أسعار المحروقات لشهر كانون الأول الحالي بواقع أربعة قروش ونصف للتر البنزين تسعين وبواقع ستة قروش للبنزين خمس وتسعين وثلاثة قروش لمادتي السولاري والكاز إذ خفضت الحكومة سعر لتر البنزين تسعين من 735 فلس للتر بشهر 11 إلى 690 فلس للتر بشهر 12 وفي حين خفضت سعر البنزين 95 أكتان من 895 فلس للتر شهر 11 إلى 835 فلس للتر شهر 12 أما سعر مادتي السولار والكاز فتم بموجب قرار الحكومة تخفيضه من 575 فلس للتر إلى 545 فلس للتر في حين قررت الحكومة الإبقاء على سعر بيع سوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام بعشرة دنانير كما نلاحظ في تسعيرة شهر 12 وإلى خبر آخر تابع المواطنون والاقتصاديون خلال فترة التهاوي الماضية أسعار النفط عالميا على مدى شهر 22 الحالي وأتوقعوا أن يحدث في مقابلها تخفيض كبير لأسعار المحروقات ولكن صدر عن لجل تسعير لهذا اليوم وخالف التوقعات في المزيد من التفاصيل في التقرير التالي مع التهاوي السريع لأسعار النفط العالمية ووصول سعر برينت إلى 65 دولارا وتسعة وستين سنة للبرميل ليسجل أدنى مستوى له في أربع سنوات إضافة إلى تراجع الخام الأمريكي بنسبة عشرة في المئة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ أكثر من خمس سنوات رأى اقتصاديون أن دراساتهم تشير إلى أن نسبة التخفيض المتوقعة لأسعار بيع المحروقات محليا لشهر كانون الأول يجب أن تصل إلى تسعة في المئة إلا أنهم أشاروا أن الحكومة قد تخفضها بنسبة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة في المئة يفترض أنه الانكفاض يكون بين تسعة إلى عشرة في المئة قياسا إلى معدل أسعار النفطة التي تحتسب على أساسها أسعار المشتقات النفطية في الشهر الماضي اللي كانت حوالي سبعة ثمانية 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 دولار والآن المفروض أنها انخفضت إلى معدل شهري حوالي الثمانين دولار إذن نتحدث عن ثمانية دولار فرق وهذا يشكل حوالي ثمانية إلى تسعة إلى عشرة في المئة هذا يعني أن الانكفاض يفترض أن يكون ضمن هذه الحدود لكن أعتقد أن الحكومة ربما ستخفض بنسبة 4 إلى 5% في حين جاءت توقعات نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايد بأن تفوق نسب التخفيض 5% إذ أن الحكومة تستند تأشيريا إلى سعر نفط برينت بنسبة 50% في تحديد التسعير و50% لأسعار المشتقات النفطية وتبقى أمال الأردنيين بأن تكون نسبة تخفيض الحكومة لأسعار بيع المحروقات محليا بما يتوافق مع الانخفاض العالمي الكبير في أسعار النفط عالميا ليلى خالد رؤية شهدت معظم البرصات العربية تراجعا حدا في تداولات جلسة اليوم الأحد بعد تهاوي إثر أسعار النفط قرار منظمة أوبك الخميس الماضي ورفع تثبيت سقف الإنتاج فقد هبطت برصات دبي وقطر ومسقط بأكثر من 4% وسوق أبوظبي والكويت بأكثر من 3% أما المؤشر السعودي فتراجع بنسبة 5.5% أما برصة عمان فقد شهد أداءها تحسنا في أولى جلسات التداول للأسبوع بدعم من القطاع الصناعي وأغلق مؤشرها العام على ارتفاع نسبته 23% وأغلق المؤشر عند الرقم القياسي كان 2132 نقطة وكان حجم التداول 8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9 مليون ستمائة ألف سهم نفذت من خلال 3865 عقد أما على المستوى القطاعي فارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.8% وقطاع الخدمات نلاحظ ارتفاعا أيضا 24% والقطاع المالي ارتفع بنسبة 8% وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول أظهرت البيانات أن القطاع المالي ساهم بنسبة 56.2% ثانيا جاء قطاع الخدمات بنسبة 31.7% وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 12.1% وإلى خبر آخر أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف أن الأردن استكمل كافة الشروط التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل باقي مساعدات عام 2014 قبل نهاية العام ويشار إلى أنه بموجب اتفاقيات المنح الأمريكية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2014 والتي تم توقيعها نهاية شهر أيلول شملت اتفاقية منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية بما قيمته 436 مليون دولار لدعم قطاعات تنموية وأوضح الوزير لنشرتنا أن المباحثات بين الحكومتين هي في مراحلها الأخيرة وأن القضية المتبقية هي قضية فنية لتحويل مبلغ 252 مليون دولار لخزينة الدولة والمخصصة لدعم الحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين وأكد أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بشروط الاتفاقية وأنه سيتم تسليم المبلغ خلال الأسبوعين القادمين نحن الآن نتبحث في المراحل النهائية في موضوع المنحة استكملت كل الشروط والقضية المتبقية الآن قضية فنية حقيقة بتحويل مبلغ 252 مليون دولار إلى الخزينة الذي يجب أن يتم خلال الأسبوعين القادمة وأخيرا سلم البنك التجاري الأردني السيدة عاصمة ميخايل دوغان رابحت الجائزة الكبرى لسحب منتصف شهر تشرين الثاني جائزتها والبالغة قيمة 25 ألف دينار وذلك في احتفالية أقامها البنك التجاري الأردني في فرع إصوالح وبحضور عدد من عملاء البنك وموظفيه ضمن برنامج تجاري توفيري الخاص بحسابات التوفير وينفرد البنك التجاري الأردني ببرنامج حسابات تجاري توفيري حيث يعتبر أول بنك في القطاع المصرفي الأردني ينفرد بتقديم جائزة نقدية كل ثلاث ساعات عمل بالإضافة إلى جوائز كبرى ومتوسطة وصغرى لشرائح عديدة من أصحاب حسابات التوفير من عملاء البنك بما في ذلك شريحة العملاء الوافدين جاجع كل الناس والعملاء أنهم يحاولوا يفتحوا عندهم حسابات وخصوصا حساب توفيري الذهبي لأنه في عليه صحبات كثيرة في عليه صحبات في السحب الشهرية 25 كل ثلاث ساعات فيه فيه صحب فيه صحبات أخرى فبشكر البنك التجاري بشكر الإدارة ومجلس إدارته المدير العام بشكر جميع العاملين في البنك التجاري بكل فروعه وخاصة طبعا فرع سويلح لأنهم فعلا متميزين جدا يعني عائلة من البنك التجاري يعني من أسرة البنك التجاري وهذه المرة الثانية أو الثالثة بيكونوا بيفوزوا بالجائزة لأنهم هم بيحتفظوا بيوفروا لهم كآباء وحتى فتحوا حسابات لأولادهم ونرحب فيهم ونرحب بالمجتمع الأردني بكل عملاء البنك وإن شاء الله إلى المزيد اشتركوا في القناة